دعات الأمم المتحدة مرة أخرى روسيا إلى السماح للبعثات الدولية بالتواجد في شبه جزيرة القرم الأوكرانية المحتلة وفي إحاطة قدمتها فيونا فريزر رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان قالت إن روسيا تتجاهل التزاماتها الدولية وتنتهي كل قانون الإنساني وعشرت أنه خلال الأشهر العاشرة الأخيرة لم يحدث أي تحسن ملموس في مسألة احترام حقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم لقد وثقنا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مثل الاعتقال التعسفي والاختطاف والاختفاء القصري نحوث سلطات الاتحاد الروسي في شبه جزيرة القرم على وقف عمليات البحث عن ممتلكات خاصة تابعة لتدار القرم والامتناع عن استخدام القصري في شبه جزيرة القرم لتشريعات روسية كما نحث الاتحاد الروسي على الانتثال لقرار محكمة العدل الدولية بشأن رفع الحضر عن مجلس شعب تتار القرم ترجمة نانسي قنقر